سلام سلام و مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة شابه تقليديه اليوم جبت لكم وصفة تعزمان اصلية بلا اضافات بلا منزيدو بلا منبدلو بسبوسة مشربة خفيفة غير بزوج بيضات يجيب لكم الداخل الدوق تاع الاصل بسبوسة اللي كانوا يدروها الناماتنة يعني مادرت لها حتى اضافة و ما جبت لكم حتى دوق جديد عليها المهم مشربة شوفيش حل سيرو بالمقادر مضبوطة الشربات مقادر مضبوطة ما تقولي ما غاديش تجيني مشربة ما تجيك ناشفة نبدو على بركة الله في الشربات اللي هي ضرورية ديريزوش كيسان سكر انتي الكاس اللي تبدي به كملي به المهم ان الكاس اللي استعملته اليوم بتعميتين ميلي لتر زوش كيسان سكر مع ربعة كيسان ما شريحة ليمون وعلى نار متوسطى حتى تبدأ تغلي حسبت لها 10 دقايق و طفيت عليها خليتها شوية تفاتلي درتها في بول ووزدت لها نصف كاس مزهر هذا الكاس غير هو كملي به نصف كاس مزهر و خليتها تبرد تماما نحتاجوها باردة جدا باش نسقو بها البسبوسة توجر خدمو الشرباتي الليولا و روح معا يدرك نخدموها جيبي زوج بيضات على حرارة المطبخ لا يكونوا باردين من الفريجيدار درت زوج بيضات و سوف يجيكم طالعة و مفخفها كما اشتها في بداية الفيديو نزيد بوشور ليمون كما نعرفوا البسبوسة تعبكري البنة تشمي رحت الليم بوشور ليمونة مهم لا تصلوا لبيض باش مجدين مرة بعد رشة ملح و كاس قل ربوع سكر باش مجدينش درجة الحلوه بزاف خادش غاد نزيد و سقوها كاس قل ربوع سكر الكاس 200 مللتر دروري كاس اللي تخدمي به الشربات تخدمي به الوصفة باش يجوك مقادير مدبوطة بالباتر الكتريك ولا غير بيدك بالفوي تبقي تحرك يدوب و يعطينا اللون فاتح كماكا باش تيك خفيفة من الداخل وهالشيشة مبعد نزيدو كاس معمر زيت وهنا الزيت غادي ندخله بالتدريج مع الخلط تشوفو نخلط و نحط حتى نكمل الكاس نخلط غاية باش الزيت كي عميجيش باين في البنة تاعه و مايخسر ليش الوصفة دروك نزيد كاس معمر حليب كاس تاع حليب الى ماكاش عندك الحليب شيرات تنجمو تديرو الماء ماشي مشكل تنجمو تديرو الماء درت الحليب وهنا كي بدايت زعط لي حبست من الباطر و عالتها غير بيدي درت كاس جوز الهند اللي هو نوات كوكو يا عدرة شيرات تلبس بوستع بكري بنتها شاه لمو نوات كوكو لاني نقول لكم غادي كيت تاكلوها تتفكري تعمك ولا تعجد ذاتك اللي كانت تديرها لك بكري دروك سميد مين خلط غاية نوات كوكو شوفوا سميد كدير هذا سميد متوسط ماشي الفان قاعناعين وماشي الخشين وتاني ماشي النصف خاشين اني نقول لكم سميد متوسط مواين درت كاس زيت مع زوج كيس زوج اكياس فرفارة اللي هي خميرة الحلوة يعني عشرين غران فرفارة علش درنا زوج تاع الاكياس تاع الخميرة الحلوة بس كوراني ديرها غير زوج بيت صحي بس بوستع بكري دروها بربعة حتى ستا بيت انا درتها لكم اليوم زوج بيت ديري كاس ونصف سميد متوسط مع زوج اكياس خميرة الحلوة خلطة غاية حتى تشوفي السميد تشرب لك مليح السوائل يعني زوج كيسان سميد متوسط مع كاس جوز الهند خلط غاية وجبت السني التاعي اللي خادم الحرب على بالي خاتش ترككم عارفين باللي انا من استغناش على هاد السني السني هادا 24 على 34 سنتيم كيما تخدمي تنجمي تخدمي تا 35 35 عفوا 25 على 25 ثاني ولا 30 على 30 قاعد جي فيهم حطيت هاداك الخالة التاعيت على البسبوسة ومشيتها غاية في السني الفرن التاعي راه ساخن غادي نشعل عليها غير ملتحت ونخليها الطيب نحطوه لسني تاعنا في الوسط ما تحطوهش قاعد تحت حطوه في الوسط وخلوها الطيب غير ملتحت كي تشوفوا الاطراف ولو حمرين شوفوا راني نخبط باش نخرج لهو الاطراف كي يقولوا لنا حمرين تطفوه من تحت وتشعلو من الفوق تديلكم هادا اللون الذهبي شباب اهنا راها حامية وراها طايبة مليحة راها ساخنة جدا راها ملفور ديراكت نحط فوقها الشربات الباردة شتو علاش نخدمو الشربات هي اللولة باش نلقوها واجدة وباردة سينو نضيرها في فريجيدر وخليها تبرد غادي نحط قاعد كميات على الشربات ولكم مقادير مضبوطة فوق هذيك البسبوسة ونخليها تتشرب مليح مليح مبعد درت لها اللمسة تحت تقليدية والاصلية تاع نواة كوكو رشيت عليها قاع نواة كوكو من بره والله هي اللبنات قد من نطوره في الوصفات قد من نستبنه ادواق جديدة قد من نسيه ونجربه مكاش كما الحاجة الاصلية والبنات عزمان وتقليدية المهم هنه خليها تبرد غاية البسبوسة تاعي شتو بلي احنا نديرو البسبوسة بالشوكولة بالكاراميل بسبوسة بالكوكو بسبوسة بالقال انواع درناهم بسع مشي كما الاصل هذي تاع بلنواة كوكو والليم دوقتها وحده شوفوا هنه نقسم فيهم ونديروهم في هاد الكاسات باش كل واحد يدي المرسود شوفوا شحل خفيفة شوفوا شحل طالعة تبارك الله شحل طالعة ما شيكا هاوضا ودوكت شوفوا سيرو كفاش يبان من الكاسات بس كرها مشربة مشيح تليجات ميها ومشيح تجات ناشفة شوفوا شوفي هنه نتعمد نتوشي لك باش تشوفي ها كيف شرها خفيفة ومشربة انا هنه تلموا كي دوقتها عجبتني دوقت معاكم من غرف الاولى بديت نكمل نكمل حتى حشمت على روحي وقدعت الفيديو وكملتها في غردي شوف تشابه بنينا دوق اللي مدوق جوز الهين جو يهبلو ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تسوش تجربوها وترسلو لي تطبيقاتكم على مواقع التواصل لهم مكتوبين هنا اسفل الفيديو وكمالكم تشوفوا قدامكم حبيبات قلبي استودعكم الله الذي لا تضلوا ودعوا ما تسونش بالدعاء سلام اشتركوا في القناة